تأكل مطقنعي تأكل مطقنعي تأكل شهية ستفتح من ذلك الشرفة الله عطي زوين وحق الله العليا العظيمة للزوين بزاف بزاف الخلايا دوجهك تتعالج وكتولي فيها واحد نظارة والله العظيمة لاختكم فطم زهر نجيب لكم أي شيء ما ستستفيد منه ما ستضركم وكل شيء نجربه قدامكم شكرا لكم البنات بخير لباس عليكم شخباركم كل شيء مزيان أموركم بخير وعلى آخر الحمد لله وشكر الله إذا كنتوا أول مرة تشاهدوني معكم فطم زهر كندير الوصفة الطبيعية مع عليكم غير أنكم كنديروا واحد دراء خفيفة لشان ديالي ويلعج بكم المحتوى تابونه ومرحبا بكم وفعلوا الجرس اللي غادي يكون أول جرس اللي فيدوك شريطة من فوق هكا فيما أنا غادي نزلش فيديو غا يوصلكم توم من الولا وكنشكور غا على الناس اللي ضايجة أبوني عندي اليوم البنات غادي نبرتجي معاكم واحد المشروب السحري مشروب البنات كيفتح الشهية كيقضيع للقلول العصبي اللي كيقضيع لجميع المشاكل اللي كتكون في الجهاز الهضمي كذلك هل عندك فقر الدم غادي يحيد لك فقر الدم وغادي يحيد لك جميع المشاكل اللي كتسب لك الشهية وما كتخليكش بصيفة نهائية أنك تاكلي ما كتخليكش بصيفة نهائية أنك تغلاضي فحنا إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نبرتجي معاكم واحد المشروب اللي مكوناته بصرطين ورخص في التامان وغادي عاجلكم جميع المشاكل وكذلك اختي غادي تاكلي بلاهواء كتبقية سرطين اللي كشية قطة ما كتبقية تاكليها المهم يلا نشوفوا المكونات دي المشروب دينا ونعودوا رجعوا إن شاء الله إذا الغزالة ديالي بالنسبة لهذا الوصفة هادي إن شاء الله غادي نحتاج لها ثلاثة دي المكونات كي ما كتشوفوا عندي هنا في الطبيعة صيل ثلاثة المكونات اللي زوينين بزاف ومفيدين للجسم البنات أنا غادي نركز على يعني الناس اللي كيعاني ومن القلول العصابي وكيعاني ومن نقص في الشهية يعني فقدان الشهية كذلك اللي عندهم فقر الدن فهذا الوصفة هادي راها وعرة بزاف أهم حاجة انها يختيغ هادي تاكلي بلا ما تشعري حاجة كتفتح الشهية من ذك شرفي عندي هنا النافع البلدي او المكوين اللي هو النافع البلدي كي ما كتشوفوا مهم كتنقيهم من العويدات من الحجيرات اللي كيكونوا فيه اوه وبطبع الحالة تشخصو يتغسل عندي هنا يا إيلان كي ما كتشوفوا وعندي هنا الحلبة بنسبل هادي المكوينات كاملين كيتنقاوا من الحجيرات كيتنقاوا من العويدات من أي حاجة زايدة ماشية هادي كتحيدوها من بعد غادي يتغسلوا ضروري من ذيك الغبرة اللي كتكون فيهم وعادي غادي نستعملوهم في الوصفة ديالنا إن شاء الله البنات اللي غادي يقولوا لي في طمزارة هادي الوصفة ما دام فيها الحلبة فإحنا ما غاديش نديروها ما غاديش نبغيونا يعني نستعملوها لا البنات هادي ما كتبقاش نهائيا ريحة وما كتخرش نهائيا ريحة لديه واحد لوجو اللي كي قضي لنا بصيفة نهائية هي على هادك الماضاق او على هادك الريحة اللي كتكون في الحلبة خدوا غيح ببس ديالنافع وحاولوا انكم ديرون فمكم وتعضوهم وتشوفوا واحد الماضاق بحشكل ديال واحد الماضاق ولي زوين بزاف المهمة الزيونة هنا عندي ريترو ديال الماء بالنسبة بالنسبة لبنات بل اختشافة كميه اللي غدي نستعمل غدي نستعمل من كل حاجة جوج دياللي معي القات كبار جوج معي القات ديالنافع جوج معي القات ديال حلبة غدي نديروهم ف بطرو ديال الماء غدي نتبخوهم زيان حتى اللون ديال الماء غدي تغير وغدي يمشيلي وحد لولي ديقين بزاف وغدي نرجع معاكو زيونة ديالي باش نوريكم طريقة الاستعمال ونقول لكم واحد النصائح اللي مفيدة اكيد سوف تستفيد منها من هذا الفيديو ان شاء الله اغزالة ديالي اول مشروب ديالي بعد ما طاب كما تشوفوا سوف تهبط لي درجة الحرارة ديالي ثم سوف نديره في القرعة هنا معكم اول مشروب ديالنا بعد ما صوقته و بعد ما برد يستطيع ان نرميه في القرعة شوفوا اللون دياله كان صفا بالنسبة للمكونات اللي بقيت لنا كان عاودوا من نرميه هش البنات حلبة وإيلان والنافع شوفوا من نرميه هش بصيفة نهائية وانما خليوا في هذيك الكسيرين و زيدوا عليه الماء و خليه ما تتبخوش غير زيدوا عليه الماء و خليه يطلق هذي المنافع دياله فهذا كل ما عاودوا هذا كل ما شربوا المهم الزيونة ديالي هذا اره زوين بزيان فهذا غادي خليك تتاكله متقنعي يتفتح من ذك شرفيع سوف تفتح الوصفة وانما ريحة خيبة تخرج في الحمنة لا نريد أن نأكلها قصر من بالله العلي العالم يجربوها جربو هذه الوصفة لا يوجد ريحة لا يوجد خيب هذه المشروب البنات سوف تديرو فتلاجة سوف تشربوه بارد لا تشربوه سخون بالعكس تشربوه بارد بحالك تشربوه العاصع وانتم في القضية الشريبرة لا تكبيه في الكاس وبدأت تبني بحالك تشربوه اي تائي لا كنت تكبيه بحالك نقول لك بزربة تبطي على ذاك الكاس بحالك شكل ديال الدواء بزربة تبطي على ذاك الكاس لا تشعريش به لا تعرف ماداقه كده فهمتو شنو يعني باش تغلبوه على الماداقه غزال بزافة لبنات خاطر لبنات غادي نعطاكم واحد نصيحة بالنسبة الامهات اللي عندهم وليداتهم يعني مسدودة اللي هم الشاهية ما كيقدروا شي ياكلوا اللي هم حاضين غير حلوة يعني كي ياكلوا اللي هم غير حلوة هذا يعني زعمتي ولدك ولا بنتك عليك كوني تأكد انه غادي ياكل اختي قصما بليلة غادي اياكل وهذا شي انا ماشي ضروري انا نجي نعطاكم هذه المعلومات ولا واحد اخر انا هاد شي معروف على الصعيد العالمي معروف الحلبة كتغلض معروف على الان انه يعني كي قوي المفاصل ديالك اللي انا هو وعر بزاف يعني المفاصل والعظم ديالك كي يولي قوي فهمتي يعني هاد المشروب هادا في بسفت المنافع ابر انه كيفتح شي وانما هو كي قوي لك المفاصل ديالك كي يحيد لك بوم زبي قصما بله هالبنات يعني مما غالش نكدب عليكم انا كان في قولون العصابي شنون يفكني منه شنون يفكني منه غير نافع غير نافع والله العظيم الى واحد المكوين اللي عظيم صراحة الله قصما بله هالبنات الى النافع تخيلوا ان البود ديالي كان يضرب بوح طريقة اللي كان عطيه كان شوف البود ديالي يبقى يضرب 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 وما كان قدر لناكل الشهية مسدودة غيم كتائبة واسلا من قولون العصابي يجيب الكتائبة غيم كتائبة ومريضة ومع حالتي حالة كني غير نافع غير كويس النافع هكا تبخي ولا تقدر يقع تسفي هكا غبرة مع مويها قصما بله ما كيبقى لقولون العصابي لتشي حاجة يعني ذاك العصابو ذاك شي كتتهدني ذاك اللبود ما كيبقى لا يضرب لو المهمة الزيونة ديالي هانتوا ما بش عارفوني ان عندي المصدقية وان اصلا هادي انا اصلا غادي نشربها كاملا ان شاء الله فغادي نوريكم باسم الله في كويس كما كتشوفو النسبة للطريقة يعني كيفاش تشربي هاد المشروب هادا كتشربي كاس في الصباح كاس مني كتبغي تناسي كاس في الصباح مني كتبغي تناسي كاس في الصباح مني كتبغي تناسي مالكي واخ اسمحوا لي انا جاية اسمحوا لي زيونة ديالي غي مرات خويا بغتني شي حاجة المهمة الزيونات هانتوا ما سوف نشربه بطريقة عادية لا يوجد تشريحة الحلبة لا يوجد تشريحة الحلبة لا يوجد تشريحة خائبة بسم الله لا يوجد تشريحة 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 قصمة بالله سوف تشريحة يتصفي الحلبة تسفي الحم يعني هذا يعالجك من الداخل يعالجك يقضلك الهرمونات يعالجك الأمسجة يعالجهم يعني الخلايا تصفي الحلبة وكتشريحة وتصفي حلبة تصفي الحم يغلقك سأجيب لكم ما سوف يستفيد منهم لا نتواجه لا لا بدوم معكم مشكلتكم بالعكس ولكن كل شيء كنتم قدامكم لا لا بدوم نضع لكم وشكل الي سيأديكم بصيفة نهائية ودعم اللي سيأديكم سيأذيني لا لدي مهدرك القضية رغمهم جديده أجرب الحاجة ومضاء في القناة مضايلا بحتي لا انا كنت تكتبه القناتي كنا رائعي المتسبعات او ليل او فى كنا رائعي الى كبيرة وصغيرة لا تريد شيء يتقاديك يعني انت جاي باش تعاجي مشكلة عندك انا ما نقدرش نتبرتاجي معك شيء حاجة اللي غدا تدمر لك صحتك ولا بالعكس هذا راح زوين بالزعف غادي ستغلاضي كوني متأكد انك غادي ستغلاضي غدا وميه كما كنت لك الصباح وفي الليل كويس كويس ما الدمجة غادي ستكون دايرة في قائعة ودايرة في تلاجة بالزربة هتطيع لدك الكاس صافي وتسنيش شوية وغادي تشوفي انه وغادي يشدك واحد مليجوع وغادي تشي لك تقديره جوج خبزات او ما كتبلي تعاجي نربعات الخبزات والله العظيم البنات الى هاد المكونات كي يغلضوا قصما بالله المهمة الزيونة ذلك اتمنى انكم تكونوا استفتوا معايا وابغيتوا اي وصفة ولا اي حاجة غادي يخليوها لي في الكومنتر وانا غادي ألبي طلب ديالكم تهال الله بزف ريوزكم سمحوا لي غادي نكمل الفيديو هنا حيث مرات خوية تسنانية وانا غادي أموره هاد المهمة تهال الله لي بزف ريوزكم وابوسة كبيرة لكم سلامة